في بادرة نوعية انطلق دراج سعودي محملا برسالة من رجال الأمن المصابين إلى زملائهم بالحد الجنوبي بدعم من وزارة الدفاع التي قدمت له الدعم والمؤازرة وسيصل الدراج إلى الحد الجنوبي لتسليم الرسالة إلى المرابطين عندما تكون الخوضة ريشة يرسم بها الدراج لوحة جميلة عن التضحية والانتماء يستعد هذا الرجل لقطع مسافة تفوق الألف كيلو باتجاه حدود شهدت على بسالة رجال صدقوا معاهد الله عليه فهد اليحيى دراج أبى إلا أن تكون له بصمة فبادر ووجد الأبواب مشرعة من قبل وزارة الدفاع التي قدمت له الدعم والمؤازرة أعتبر نفسي أنا دافعت عن بلدي عن طريق دراجتي يعني هذه رسالة لكل محترف كل هاوي وكل مبدع في هذا الوطن الغالي أنه يساهم بالحد الجنوبي بموهبته حمل ثقيل على عاتق فهد فتحمله مسؤولية أن يوصل رسالة مصابي الحد الجنوبي إلى زملائهم في الجبهة جعلته يتحدث بلغة الدموع بينما سلمه ذلك الحمل الثقيل مصاب لم تنظف دماؤه بعد على حدود الوطن أن يبلغ أخيانا السلام ويبلغهم دعواتنا لهم واسأل الله العظيم أن يوفقه الله يزاك خير خرج فهد متجها إلى درجته وهو يحمل هذه الكلمات إخواني أبطال الحد الجنوبي كم نحن فخورون بكم وفخورون بهذه الإصابة نتمنى أن نتماثل بالشفاء لنعود إلى ميدان الشرف والعز للذود عن الوطن انطلق فهد محمل بدعوات وأمنيات ومشاعر فياضة ستتضاعف مع مروره بكل محافظة قبل وصوله إلى الحد الجنوبي عبد المحسن الحربية الإخبارية الرياض